خلونا نبدأ مع حضراتكم دلوقتي ونشوف أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وكالعادة بنبدأ من القاهرة تحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكسفات المرورية عند رمسيس هتبدأ تقلل حد ما نوصل لغمرة بالنسبة لكوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين فعليه كسفات مرورية عند شارع بورسعيد من عند نازل الكوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزوية الحمراء هنروح لمحافظة الجيزة تعالوا نشوف طريق الدائري اللي بيشهد سيولة مرورية معدى بعض الكسفات عند النازلات بخصوص محور 26 يوليو في بيشهد سيولة مرورية لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكسفات قبل طرية الدائري ومدان لبنان لحد نادي الزمالك هنروح لشارع فيصل اللي بيشهد كسفات مرورية والكسفات دي بتزيد مع سعاد الزروة نروح لمحافظة الأسكندرية فيه كسفات مرورية عند كوبريستانلي وعلى طول الكورنيش وكسفات متفوتة عند الإشارات بطول الكورنيش أما بقية الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كسفات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كسفات مرورية ولكنها متحركة نكمل مع حضراتكم دلوقتي جولتنا المرورية ونروح لأسوان هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع هنلاحظ ان فيه كسفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كسفات مرورية ايضا فيه كسفات مرورية في شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكسفات المرورية